موسيقى 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 نبقى دكتور براح عليها شوية عشان انا بخاف من دكترة الأسنان يا فدم ما تقلقش خالص انت مش هتحس معانا بأي حاجة انت مش هتحس ببقك أصلا دكتور هشام ممكن تشوف لنا ايه المشكلة؟ مالش يا دكتور وانا حالتي خطيرة للدرجة دي؟ لا يا فدم ده الدكتور هشام ابني رابعة طب أسنان وبيتمرم معايا هنا لحد ما يتخرج حردك لو عايزني اخليه يتخرج من القوضة دي الوقت يا عشان ترتاح يلا يا اتش شخصينا حالة المريض بوقت؟ مية فيه ناب مسوس؟ ممتاز بس ده مش ناب ده درس يا بابا شبه جدا بابا انا ركنتلك العربية تحت العيادة اه اتفضل اتفضل يا دكتور دكتور شريف ابني قولة كلية الطب أسناني وبيتمرن معايا هنا برضو حد ما يتخرج انا هموت من الواجعة يا دكتور وانا هموت ورياحك بس حضرتك يعني سيب نفسك خالص هو ما تقلقش يلا يا شيري فضل بوقت؟ درس العقل مسوس شفت أخوك؟ شفت أخوك عارف الفرق بين الناب والدرس ازاي؟ كده؟ ده مواغزة بقى يا دكتور اي حمار يعرف الفرق ما بين الناب وما بين الدرس شفت وطرت المريض ازاي؟ تده اقول كلام زاي الزفت؟ دكتور شريف أولا هيكمل الحقنة لو سمحت تفضل لا 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 هنرجع الورا لا 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 هنرجع الورا وهنجرب تاين يالا انا عاوزة امشي لا لا شريف شريف لا يا فندم بص انا مقدر موقف حضرتك طبعا مفيش كلام لكن انت يرديك دكتور بمهارة دكتور شريف والجمال ده يبقى بيخاف يدي حقنة انا مال انا بيخاف وانا بيخافش لا ما احنا عايزين نحل المشكلة دي النهاردة معاق يعني بص عارتك احنا هنعمل اجراء طبي بسيط ان احنا هنربط حضرتك ربطة خفيفة كده لان الدكتور شريف بيقلق لما المريض يتهز وهو بيدي الحقنة ابوس ايدك عاوزة امشي هعمل لك خاص من خمسين في المية تسعين في المية ستة وسبعين في المية بس بشرط خليه يركز وهو بيشتغل هيركز وهو بيشتغل يبقى ستة في المية يالا يا شريف حبيبي يالا شيكو انا كتفتهول لك اهو عايزوا يرتاح خالص من حقنة البنج بتاعتك ومش عايزوا يتشل زي المريض اللي فات يالا حبيبي ها ها ايوا انا امسك اللغض امسك اللغض منتّح ها لا لا معقولة حبيبي معقولة فعلا قدرت تدّيله حقنة البنجة اخيرا الحمد لله بابا انا 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 عملتها انا شوف هشام انا انا عملتها يا هشام هاهاهاها النهاردة يا أولاد النهاردة يوم مختلف في تاريخ أسرتنا أقول حقنة دينج من غير أي حوادث كان نفسي كان نفسي تاسنيم تبقى معنا تعيش اللحظة السعيدة تاسنيم يا تاسنيم أي يا باب حبيب بابي تعالي تسنين بنتي في سنوية عامة خامس سنة السنة دي وإن شاء الله هتدخل طبة أسنان علشان تكمل فرحتنا كلنا يلا توسي شريف أخوكي أخيراً قد عمو حقنة البنك عمو دلوقتي بقى درسه متبنج ودرس العقل مسوس خالص ها هنعمل إيه حبيب بابي؟ هنخلعه طبعاً لأ لأ إحنا قلنا إيه بابا علمك كده إحنا قلنا إيه نحاول نحافظ على الدرس نحشيه نعالجه في مكانه إحنا قلنا إحنا هنخلعه وبعد كده نحشيه ها 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 لا بص أسحيه إيه لأ يا دائما بص بتحب تطلع على حاجات بره كلها الدروس كده على جنب في الواسعة تحشي وتزبط بعدين ترجع تركبهم تانية ده تكنيك يعني منطبع في حياتك كتير لأ بتقلقش خالص ها ها مش أنا قلت الدرس لما بيطلع بره ما بينفعش يتركب تاني لأ أنا عايز أخلعه دلوقتي يا بابا! خلاص يلا يلا اخلعي الدرس ده يلا خلاص لا لا اصلا انا بطعف قدامها مقدرش ارفض لها طلب اصلا هي اخر العنقود وبعدين عايز اقول له حرتك دي اسيبك باعمل عيال دول خالص دي اشتر واحدة فيهم بتتدرب من وهي ست سنين كنت احطت لها خشبة كانت تطلع على حجر المريض يا روحي زي السكر لا لا انت روح معها روح معها عشان ادها ضعيفة لا لا روح مع الدرس يلا ها 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 خلاص اخربت سنينك ايه اللي عملتيه ده اتشيلت الدرس السليم اللي هو من غير بنك هحشوله وارجعهله على طول تحشي ايه وترجعي ايه الراجل بينزفت احنا هنكلم الاسعاف احنا قاسفين جدا يا فندم عقابا ليكي هتكلم الاسعاف وحشة كلبة معلش يا فندم احنا قاسفين والله ان شاء الله حضرلك هتتعالج في المستشفى كم يوم كده هترجع انا الدروس بتاعتك دي هخليها على جمع هنضفها وهحشيها ان شاء الله حطهلك في بقك كده وتاكل صوابعك وراها انتا منورنا والله يلا يا أولاد بوسوا عمه صلحوه لا لا بوسوه جامل عشان احتمال ما نشوفهوش تاني